طيب يا ليه بدي أشتري الكاميرا بس في مليون اسم موجود على السوق في المعقدات الأسماء 400D, 500D, Alpha 7, 6500 كيف بدي أميز بينهم أو شو معنى هاي الأرقام والأسماء أي شركة حبيبية على مستوى العالم عندها أكثر من منتج زي السيارات والتلفونات حتى بتسمي هاي المنتجات عندها بأسماء مختلفة بخطوط إنتاج مختلفة حتى يقدروا يميزوا عن طريق المبيعات الإعلانات حتى بالمصنع نفسه إلى آخرين فبالنسبة للكاميرات في أربع أسماء بدك تنتبه لهم لكل كاميرا أول إشي الشركة المصنعة، نوع الكاميرا، موديلها وآخر إشي نسخة الإصدار اللي هي نسخة الأولى أو نسخة الثانية والآخرة راح أشرح عن هاي النقطة بالتفصيل أكثر لبعدين الشركة المصنعة مثل الكنون، النيكون والسونيو وفيه شركات ثانية ما بدي أحكي عنها كثير لأنه نادر ما تستخدموهم فما بدي أعقدكم فيهم نوع الكاميرا فيه عندنا مثلا زي كاميرات الكنون فيه D750 مثلا هاي كاميرات DSLR وفيه كاميرات جديدة من الكنون بلشت تنزل اللي هي الـ R الـ R معناها ميرورلس فهذا نوع الكاميرا السوني ما عندهم كاميرات DSLR عندهم خط الإنتاج السوني ألفا اللي هو كله كاميرات ميرورلس حاليا هم أصلا اللي بلشوا بحركة الميرورلس في السوق رقم الموديل اللي هو مثلا الـ 70D 850D من نيكون أو نيكون D 850D بتكون قبل سوني ألفا سيكس والآخره الجيل أو بنسميه بالإنجليزي المارك اللي هو مقصود في نفس الكاميرا كل سنة بضيفوا عليها تعديل بسيط وبنزلوا منها نسخة أحدث فمثلا كاميرتي أنا كانت في البداية الـ Canon 6D Mark 1 يعني هاي الجيل الأول أو النسخة الأولى من الـ 6D ما كانت شاشتها بتلف نزلوا 6D Mark 2 الجيل الثاني خلوا شاشتها بتلف هاي مثلا في عندك سوني ألفا سيفن مارك 1 مارك 2 مارك 3 مارك 4 مارك 5 فكل سنة عم بيحثوا على الكاميرا بيزيدوا البطارية مثلا بيخلوها أسرع بيخلوها مدخلين ممري فبيحثوا كل سنة مشان تزيد الرغبة بالشراء فهاي النقطة مهمة جدا بدك تنتبه لأنه يا ليو فيه سوني ألفا سيفن بدك تنباع بسعر محروق انتبه أي مارك بتكون حبيبي بتكون مارك 1 يعني هاي قديمة كثير هاي قبل 7 سنين أو 8 سنين مثلا زي الألفون 4 فهاي الشغلة اللي بدك تنتبه لها إنه إيش الإيش الحديث اللي نزل مارك 5 مثلا فالمارك 4 بدك تكون مقبولة نوعا ما المارك 1 خلاص صارت كثير قديمة فبيبيعوها بسعر حرق طب ليش ببيعوها يا ليو لأنه بدي حدث بكل بساطة فخلينا نجرب نحلل أكثر من مودي الكاميرا موجود قدامكم حاليا على الشاشة نثال بصير هاي الكنون بنبلش باسم الشركة R اللي هو نوحا ميرورلس 6 اللي هو رقم الموديل مارك 2 فالاسم كامل بصير كانون R6 مارك 2 مثال ثاني هاي النيكون اللي هو نيكون 850D تمام نزل منها مثلا نيكون Z اللي هو النسخة الميرورلس من النيكون في منهم Z7 مارك 2 سوني ألفا 7 R هاي اللي صغير الار ترمز لريزولوشن وفي عندك سوني ألفا 7S sensitive هاي لها مصورين الفيديو بتكون أكثر يعني بترفع فيها الآيز وقد ما بدك فهاي بتفيد لتصوير الفيديو الار ريزولوشن مقصود فيها انه الريزولوشن تاع الصورة كثير عالي فهاي بتفيدك بالفوتوغراف فهلا الباقي عليك تبحث على الانترنت وتشوف حبيبي أنواع الكاميرات والموديلات اللي موجودة والتحديثات اللي عم بتصير ترجمة نانسي قنقر